أن نتكلم عن تأسيس الجامعة من 1919 سنين كتير جدا هنتكلم عن دور الجامعة بالتأكيد ولكن في البداية حاب أتكلم عن التأسيس وكان وقتها إيه الهدف من تأسيسها؟ مصر عصرت في 1919 حركة وطنية اللي هي بدت في طرح مفهوم صورة 19 نفسها فكان فيها قضام كبير من أول آخر 18 وأوائل 19 لغاية الصورة في مارس 1919 فالناس كلها المشاعر كلها تتأجد والناس كلها عايزة تتعمل حاجة كويسة للبداية فيه ناس عايشين في مصر وزي ما هم عايشين في مصر دلوقتي وفكروا إيه اللي ممكن يعملوه عشان يفيدوا البلد يعني تفكير منطقي الحقيقة لأن كل الناس تقريباً لجانب أما بيجوا مصر يعني بيعيشوا فيها مدة زمنية كبيرة يبتدوا على طول يفكروا عايزين يعملوا حاجة وبتشوفيها على فكرة في مدارس كتيرة جداً سواء في إسكندرية أو في اللوقصور وفي المنتجات الجديدة اللي احنا ما نشوفها بتلاقيه معاملين حاجات جديدة بيحبوا أن هم يفيدوا مصر بيها طيب جوم جماعة قالوا الله إحنا عايزين نعمل حاجة نظام تعليمي تنويري موجود فالجماعة دولة ابتدوا ويطرحوا فكرة إنشاء جامعة اللي هي جامعة الأمريكية اللي هي ابتدت أصلاً في مناقشات وحاجات زي كده في بدايتها كانت بتدي شهادة جامعية متعصتها لكن بعد كده كانت تتطور وممكن اللي احنا نتكلم على تاريخ عن تطور